السلام عليكم أعزائي الطلاب استكماله لما سبق هنتكلم على المعادلات التفاضلية التامة exact differential equation يقال ان المعادلة التفاضلية b of x y dx زائد q of x y dy سوصف معادلة التفاضلية تامة اذا كان هذا الحد هو التفاضل الكلي للدالة u of x y بمعنى u of x y سوى b of x y dx زائد q of x y dy او d u of x y سوى صفر حل هذه المعادلة يكون على الشكل u of x y سوى ثابت c اذا كان ال b وال q ومشتقة ال b بالنسبة لx ومشتقة الجزئية ومشتقة الجزئية للq بالنسبة ل y ومشتقة الجزئية ومشتقة الجزئية للq بالنسبة لx نشوف مثال اوجد حل هذه المعادلة التفاضلية هنقول ال b يساوي ال b في x y يساوي خمسة x سابعة ناقص اثنين x y تكعيب ناقص y تربية زائد واحد ال q في x و y هنا فيه سالب يساوي السالب افتح قرص ثلاثة x تربية y تربية زائد اثنين x y مشتقة الجزئية للb بالنسبة ال y يساوي يساوي ناقص 6 x y تربية ناقص اثنين y المشتقة الجزئية للq بالنسبة للx يساوي ناقص 6 x y تربية ناقص اثنين y اذا دا يساوي دا يبقى معدلة تفاضلية تامة اذا كانت معدلة تفاضلية تامة فانه يوجد دالة او حل u x y يساوي ثابت c التفاضل الكلي اللي هو مشتقة u بالنسبة للx dx زائد مشتقة u بالنسبة لل y dy يساوي صف بمعنى ده هو الب وده هو الq نشوف هنا معدلة تفاضلية تامة الحل بتاعنا زي ما قلنا هو u x y ثابت c وده التفاضل بتاعهم اذا مشتقة u بالنسبة للx هو ال b ومشتقة u بالنسبة لل y هو الq نكامل نكامل u x هو y نكامل احنا الحد ده هنكامل بالنسبة لل y تكامل ده اذا u x y يساوي تكامل ده بالنسبة لل y بكام ناقص x تربية y تكعيب ناقص يساوي 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 ال q يساوي ال q اهو ده المفرد ده يساوي ده اللي هو ده يساوي ال b وليس ال q يساوي ال b ال b ال b عشان احنا هنا كمان بالنسبة الى y نقتصر هذا الحد مع هذا الحد وهذا الحد مع هذا الحد اذا زي ما قلنا الفاي داش يساوي يساوي خمسة x والسربعة زائد واحد نكامل يبنى نجبنا 5x اذا الحل بتاعنا هو ناقص x تربية y تكعيب ناقص x y تربية زائد قيمة الفاي اللي هو زائد x والس خمسة زائد واحد يساوي ثابت c هو الحل بتاعنا حل بتاعنا طيب مثال ثاني وجد حل هذه المعادة التفاضلي هنسمى ده اللي هو ال b وهنسمى ده اللي هو ال q او ال q small زي ما قلنا q small طيب مش طقة ال b بالنسبة لل y يساوي كام واحدة على x ناقص sin x y ناقص x y كوزين x y كوزين مش طقة q بالنسبة إلى x يساوي واحدة على x ناقص sin x y ناقص x x y كوزين x y في مش طقة الزاوية بالنسبة إلى x يبقى هنا يدينا y إذن الحدده يساوي الحدده كله إذن ده معادلة تفاضلية تامة يعني مش طقة ال b بالنسبة لل y يساوي مش طقة ال q بالنسبة x إذن الحل بتاعنا يكون في الشكل d y يساوي السابق مش طقة u بالنسبة x x dx x x x x x x x x y y يساوي صف الحدده اللي هو b والحدده اللي هو q اهو طبعا دي معادلة تفاضلية تامة عشان متساوية الحل العام بتاعنا u x y يساوي السابق ده التفاضل بحيث ان ده ده اللي هو ال b وده اللي هو ال q هنكامل ده هنكامل ده بالنسبة لل x إذن عندي نسابق تكامل دلة في ال y وبعد كده نشتقه بالنسبة لل y وبنساوي بهذه الدلة نشوف اهو نكامل بعندي السابق السابق بتاعنا دلة في ال y إذن ال u of x وال y بعد التكامل بالنسبة ال ال x يساوي يساوي y لن x هنكامل ده بالنسبة لل x يساوي ناقص ناقص تكامل الصين ناقص كوزين بدا زائد كوزين ال x y زائد phi of y نشتق ده بقى بالنسبة ال y ال y مشتقه ال u بالنسبة لل y يساوي لن x ناقص x sin x y زائد phi dash y ده نساوي بال طعف الثاني ها هو مشتقه بالنسبة لل y إذن ده ده نساوي بالنسبة لل y y يبقى ايه phi dash y يساوي صفل ايه؟ ده هو هو يساوي ده طبعا ده بيختصر مع ده يبقى phi dash y يساوي صفل y يبقى phi y يساوي ثابت الحل بتاعنا يبقى y لن x زائد cos x y يساوي ثابت c ده الحل بتاعنا الشكل ده نشوف مثال تاني اوجد حل هذي المعادلات التفاضلية في طريقة بساطة جدا عشان نختبر الحل بتاعنا صحيح او خطأ لو كاملنا ده بالنسبة لل x ونكمل ده بالنسبة لل y ونحزف الحدود نحزف حد من الحدود المتشابهة نحصل على الحل تعال نشوف كده نكمل ده بالنسبة لل x يدين ايه؟ x sin y زائد y cos x زائد نكمل ده بالنسبة لل y يبقى زائدين x sin y زائد y cos x يساوي ثابت الحد ده مشابه للحد ده الحد ده مشابه للحدد اذا هنحزف هنحزف ده مثلا يبقى اذا نحل بتاعنا x sin y y زائد y cos x يساوي ثابت ممكن ده يبقى الحل بتاعنا طبع بسيطة اهو ده طبعا ده في الاول احنا اعملنا تشكلنا وعدالة تفاضلية تامة يبقى بدون تكرار حدود يبقى الحل بتاعنا اهو بالشكل ده ده حل بسيط عشان نختبع ان الحل بتاعنا صحيح ولا لا نشوف مثال تاني اوجد حل المعدالة التفاضلية بالشكل ده هي نفس المسألة بس ممكن نحلها بشكل تاني نعمل قعدة تغتيب الحدود نعمل قعدة تغتيب الحدود ها sin y dx sin y dx وهنجب معها x cos y dy ناقص y sin x ناقص y sin x dx وهن cos x dy cos x dy ممكن نخلها زيط تفاضل كل اللي حد ده وتفاضل كل اللي حد ده ها تفاضل كل هنا x sin y وتفاضل كل y sin x نكامل على طريقة الدنيا نكامل حددنا x sin y زياد y cos x يسوي سابد سي